تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إننا من وفقه الله جل وعلا لإدراك رمضان فينبغي أن يحرص على الاعتناء بالتحري إدراك ليلة القدر وأن يحرص على قيام العشر الليالي كلها وأن يحرص أيضا على أن يصلي مع الإمام إلى أن ينصرف فيتجنب قول من يقول أكتفي بإحدى عشرة ركعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليلة كلها فالإنسان يحرص جميعها أيام محدودة يحرص في العشر الأواخر أن يتهيأ للسهر في تهجد ومن أقوى ما يعين الإنسان على التهجد في الليالي أن يأخذ قسطا من النهار للنوم للراحة حتى يكون متهيئا في الليل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة